صباح الخير على حضراتكم جميعاً صباح الأمل صباح التفاعل صباح جديد وحلقة جديدة وساعة صبحية كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة والأمة الإسلامية كلها بألف خير والأمة العربية كمان ويا رب يا رب يجعلها سنة هجرية سعيدة علينا جميعاً وإن شاء الله إن شاء الله ربنا بحق دي الأهم المفترجة اللي احنا فيها يرفع عننا البلاء والوباء اللي احنا شايفينه ويبعد عننا الكورونا اللي عملالنا قلق في دماغنا واللي كل شوية فيه مشاكل وفيه موجة تانية والأعداد بتزيد لا الأعداد بتقل دول العالم اللي فتحت رجعت تقفل تاني فيه مشاكل كتير عن الكورونا ربنا يسطر علينا جميعاً وأرجوكم زي ما بقول لكم كل حلقة كل واحد يخلي باله من نفسه يخلي باله من أهل بيته لأنك لما هتاخد بالك من نفسك فهتاخد بالك من المجتمع كله علشان لقدر الله لو فيه عدوة توقفها عندك ما تنتنقلش منك لحد تاني تاني حاجة هتكلم فيها احنا في سنة هجرية جديدة النهاردة أول يوم احنا لسه في بداية الساعات الأولى من عام 1442 ربنا يجعله أيام خير علينا جميعاً يا رب وحنتكلم أكتر عن الهجرة النبوية وحنتكلم أكتر عن إيه الدروس المستفادة منها والرسول هاجر ليه وكل حاجة عن الهجرة النبوية حنعرفها من خلال فقراتنا إن شاء الله النهاردة في ساعة صبحية كمان الحقيقة احنا دايماً بنسمع كلمة كده كلنا بنقولها ربنا يسعد قلبك أو ربنا يسعدك إيه هي السعادة؟ اللي يعرف يقول لي إيه هي السعادة أو إيه مفهوم السعادة من وجهة نظره حاولوا تبعتلنا على صفحة البرنامج وصفحة القناة قناة مصر الزراعية علشان نعرف مع بعض كل واحد إيه هي السعادة؟ السعادة حاجة نسبية جداً السعادة حاجة نسبية جداً بتختلف حضرتك حاجة ممكن بسيطة تسعدك ما تسعدنيش فالسعادة بتختلف من شخص لشخص ولكن السعادة أو الأساس بتاع السعادة في الرضا لازم إننا يكون عندنا رضا بقضاء الله لو إحنا عندنا رضا لو إحنا راضيين باللي ربنا قسمه لنا تأكدوا إن إحنا هنكون سعداء ولكن مطلوب مننا كل واحد فينا يعمل اللي عليه يعمل اللي عليه وربنا هيكفقه باللي يستحقه نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نبدأ حلقتنا من ساعة صبحية استنونا